سلام بلا أقنعة عنوان اختارته صحيفة إسرائيل هيوم المقربة من رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو لصفحتها الرئيسية يلخص حقيقة كل ما حصل وما سيحصل بين إسرائيل والدول المهرولة للتطبيع معها كلام نتنياهو الواضح والصريح بعد هبوط أول طائرة إسرائيلية على نحو رسمي في مطار أبو ظبي يؤكد أن انضمام دول أخرى إلى قطار التطبيع مع إسرائيل هو مسألة وقت فقط أنا ألتقي الكثير الكثير من القادة العربي في العالم العربي والمسلم أكثر بكثير مما تعتقدون هناك أمور كثيرة ما زلت لا أستطيع إخباركم بها لكنني أعتقد أنها ستخرج إلى الضوء مع الوقت رأس جبل الجليد تمكنتم من رؤيته بأنفسكم في السنوات الأخيرة السلام يصنع مع الأقوياء والقوة الاقتصادية تؤدي إلى قوة عسكرية تتحول إلى قوة سياسية تلميحات نتنياهو وتصريحاته عن علاقاته مع الدول العربية تتقاطع مع ما كشفته صحيفة يدعوت أحرنوت من أن نتنياهو كان قد زار أبو ظبي سرا قبل عامين برفقة رئيس الموساد واجتمع مع ولي العهد محمد بن زايد وفيما قال مراقبون إن ما يجري مع الإمارات هو عملية تاريخية حقيقية وإن الجزء السري سيتناول تبادل معلومات ومجالات تعاون أمنية ضد إيران أشار آخرون إلى أن الحقيقة غير المعروفة هي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان شريكا كاملا في السر منذ البداية وأنه أصر على أن تكون الإمارات هي الأولى في الدور ولذلك وفقا لهم فإن السعودية لم تقل شيئا عندما مرت الطائرة الإسرائيلية في أجواء المملكة وكان الأمر بموافقتها الكاملة ترجمة نانسي قنقر